لم يقتصر دور الدولة على بناء بدائل للعشوائيات فقط بل استهدفت معها بناء الإنسان الاهتمام بالأطفال والنشط إحدى أولويات الدولة المصرية لخلق جيل جديد مبدع قادر على تحقيق آمالنا وطموحاتنا في مستقبل مشرك وتفعيلا للدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية تجاه قاطني تلك المناطق وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية أقامت الوزارة الملتقى الأول بأكاديمية الشرطة لطلائع وشباب مناطق بشاير الخير بالإسكندرية وأهالينا والأسمرات بالقاهرة على مدار سلاسة أيام لترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الانتماء وحب الوطن لديهم لما الدنيا تقول لي افرحا فرحا فرح ومن القلب لما بلدنا تتتنا الحب بنوا علشان نوفوا الوقت أجيل طلع في مصر جديدة بدحكة جميلة ترق القلب لما تشوف أبطال حال فيك يحبوا ويبكوا اليوم كتين وليك يا مصر وطورتين لك لبلد ما تتقارب بدحكة جميلة وحلوة نشكر استياد الوايس احنا فعلا بجد هنا حاسين ان احنا كلنا واحد كنسي اخش كل شرطة اتدرب تدريب الزباط برضو المعسكرات دي تبديك امل ان انت تقدر تحققه ده انت بتاقيك زيك زي الزباط وانت تقدر لما تقبل لو انت حلمك كده تقدر تتحققه البرنامج الذي اعدته وزارة الداخلية لهؤلاء الشباب تضمن جوانب رياضية وثقافية وتوعوية وفنية بما يهدف الى ترسيق ثقافة الحوار والانتماء يهي الجديد وشمس جديدة وراية رف رف جوة وقلوبنا وفي ده النصر بكرا نضحي على شم مصر ونوفي جميلة للعمر هاجي يلطلع في مصري جديد بتقول دايماً طحيا مصر استفدت ان انا اصحى في معاد انا من في معاد اقل في معاد وبنتعلم كمان الرياضة هنا ان انا اصحى منهم اعمل رياضة ما كنتش احلم اجي مكان زي كده ومكان صراحة جميل قوي هنا ويريت فكرة الزيارة دي هنا كتير كلنا واحد خليتني ازول المكان دوت وغيرت فكريتي انا اصلا مكنش متخيلة انا ممكن اجي المكان ده اكتشفنا حاجات كتير ما كناش نعرفها وانبلدنا حلوة نهاردة كان هو مبارك كان احلى يوم في حياتي شكرا اللي هو يعني خلينا بيدينا الجيل جديد اللي هو بيدينا امل الحاجة اللي احنا صلى الله الرحلة كانت جميلة جدا بس وعملنا حاجات كتير فيها وامبساطنا من مبارح لعد الان مبساطنا مبساطنا جميل قوي ويريت السيد الرئيسة عبد الفتاح السيسي جبنا تاني واحنا معاه في اي حاجة هو ممكن يعمل لما تشوف افضل حال فيه يحبو يبكل يومي فيه وليك يا مصدر وطور فيه نجل بلد بلد اه 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 اي كلام اسمعه من حق اللي عايز يقوله يقوله لكن اني اسدقه دي بتاعتي انا بقى اسمع كلامه الاخر وعرفه وعايزي وبعديه هشوف انا هعمل ايه اذا كنت هصدقه وامش وراه اما مش هصدقه وانا عرفته وكده عايز من ايه وابد عن الشخص ده انا لازم احيي يوسف تعالى يوسف انت عندك كم سنة الحياة بتفتح لك ايديها ابتدت بفرصة انك تتنقل من عشوائيات الى اماكن ادمية الدولة ادركت ان ده دورها وبتوفرها لك اللي تتنقل لحياتك انت الاطفال دول الحقيقة النهاردة بيتقلهم جملة واحدة انت اللي بايدك تبني مستقبلك احنا دينا لك الفرصة انت هتعمل بيها ايه فكرة عبقرية فكرة رائعة بتأكد على اهمية بناء البني ادم جانب بناء الدولة والتنمية المستدامة نعمى من مكان عشوائي لمكان تاني حضاري وفيه علم وفيه تفكير بس ازاي انا من جواي اتغير في المكان ده اهم حاجة تخلينا اتغير في المكان ده ان انا حافظ عليه وعشان اقدر احافظ على المكان الجميل اللي أنا كن نفسي عيش فيه وحس بحياة جميلة فيه إن أنا كون حاسس بقيمة المكان ده وإن أنا كون متأكد إن المكان ده كمان عشر سنين هيبقى أحسن أما أنا كبره أكتر وأكتر تخيل حداك بنتكلم مع الشباب عن الأحلام حلمك إيه؟ إيه اللي أنت محتاجه عشان نساعدك عشان تقدر تقوم بحلمك ده؟ إيه اللي أنت نفسك تعمله في حياتك أو لوسيتك أو لبلدك؟ إحنا جاينا النهاردة نعمل حالة من حالات التعايش الفتلي حالة من حالات التعايش مع أفكارهم وحياتهم وأمنيهم هنقدر آن أكيد نوجههم للطريق الصحيح اللي يقدروا بيه حقيقة أحلاقهم دول ولكن لازم الأول نقبلهم ونسمعهم ونشاركهم ونبين لهم إن أهم ظهر سند لهم هنكون إحنا عشان يقدروا يكملوا في الطرق اللي هم عايزينها دول وهم يعني وصقين إن البلد بكل أجهزتها بتدعمهم وفي ختام البرنامج نظمت وزارة الداخلية حفلة ترفيهية لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة وأسرهم ترجمة نانسي قنقر كما تم تكريم المتميزين فنيا ورياضيا وتعليميا من خلال احتفالية فنية كبيرة شارك فيها نخبة متميزة من الفنانين والرياضيين والإعلاميين والصحفيين وشهدت توزيع هدايا عليهم أنا سيد ياسر من أصمرات إحنا كنا عايشين في مكان ما كانش عندنا أمل ولا تفكير في بكرة إنما النهاردة في مكاننا الجديد كان عندنا أمل وتفكير في بكرة المكان الجديد عرفنا قد إيه البلد بتحبنا وأنا زينة خالد سكنة في أهلنا إحنا بنتمنى من وزارة الداخلية بتعملنا كل شهر حاجة زي كده عشان نقرب منهم أكتر ونحب بلدنا أكتر وأكتر وأنا يسمي يوسف عبدال أنا جاي من حي الأصمرات إحنا كمان خدنا هنا مدوات تعرفنا اختلاف الرأي من غير ما نتخاني ونتقبل الرأي الصح حتى لو ما كانش ده رأينا نحترم بعد إزاي نبقى أدي المسئولية عشان وطننا وأهلنا يقدر يعتمدوا علينا بنوادكم وبنوادك يا سيادة الرأيس إننا هنبقى بجد جيل جديد هنبقى بجد جيل جديد هنبقى بجد جيل جديد وشمس جديد وراي أترفرف جوه القبنا وفيها المصر بكرا نضحي على شم المصر ويموفي جميل أطول العام أجيل طلع المصر جديد بتقول دايماً طح يا مصر لما تشوف أبطال حنفين يحموا يبنوا اليوم الدين وليك يا وصيروا بدون دين لك لبلدنا ما تبقى لما تشوف أبطال حنفين يحموا يبنوا اليوم الدين وليك يا وصيروا بدون دين لك لبلدنا ما تبقى لما تشوف أبطال حنفين يحموا يبنوا اليوم الدين وليك يا وصيروا بدون دين لك لبلدنا ما تبقى لما تشوف أبطال حنفين يحموا يبنوا اليوم الدين بوليك يا وصيروا بدون دين لك لبلدنا ما تبقى لما تشوف أبطال حنفين و 준비 أبطال حنفين اشتركوا في القناة